هذا وقد تبادل رئيس عبدالفتاح السيسي برقيات التهناء مع ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأطحى المبارك وأعرب الرئيس السيسي في برقياته للزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه لهم ولشعوبهم الشقيقة بهذه المناسبة وأن يعيدها عليهم بالخير واليمن والبركات معربا عن أمله أن تسود روح التضامن والترابط بين شعوب الأمة من أجل مستقبل يسوده السلام والرخاء لجميع المسلمين حول العالم كما تلقى الرئيس السيسي برقيات تهناء بحلول عيد الأطحى المبارك من كبار رجال الدولة أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم لسيادته وأطيب التمنيات لمصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار